اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك عبد الرحمن حرف العين حرف ماء مذكر طاقته سبعون أربع درجات حرف الباء حرف ترابي مؤنث طاقته اثنان أربعة عشر درجة حرف الدال حرف مائي مؤنث طاقته أربعة واحد وعشرون درجة حرف الراء حرف مائي مؤنث طاقته مئتان اثنى عشر درجة حرف الحا حرف مائي مؤنث طاقته ثمانية ثلاثون درجة حرف الميم حرف الناري مؤنث طاقته أربعون أربع وعشرون درجة حرف الألف حرف الناري مذكر طاقته واحد تسع وأربعون درجة حرف النون حرف ترابي مذكر طاقته خمسون اثنان وثلاثون درجة حرف الألف وحرف اللام لا تحسب لأنها لا تنطق عبد الرحمن اسم طاقته رقم ستة طبعه مائي جنسه مؤنث البرج من خلال الاسم برج الثور يناسبه برج العقرب الكوكب المسيطر كوكب الظهراء اللون المفضل الأزرق السماوي يوم السعد الجمعة الحجر المناسب الزمرد والفيروز الصورة القرآنية المستخلصة والمناسبة من خلال الاسم هي صورة الأحزاب أسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة الاسم يا رحيم يا بارئ يا عليم يا رقيب يا حكيم يا باعث يا مقتدر يا جامع صفاتك من خلال حروف اسمك ذو طموح عالي سريع الغضب عصبي شديد التوتر صبور كتوم ذو قلب أبيض تحتاج دائما للدعم من أجل تحقيق أهدافك إنسان عاطفي غيور واطق من نفسك ومن قدراتك تحب العمل والحركة وتتحمل العمل لساعات طويلة تقدم تنازلات كبيرة للحفاظ على أسرتك دائم الابتسامة لطيف محب للتواصل وتهتم بمشاكل الآخرين اجتماعي محب للتحدي ومساعدة الآخرين خجول وتعاني من بعض المشاكل العاطفية محب للكلام وحلال لمشاكل الآخرين كريم ذو تفكير متفتح وخلاق مخطط جيد وعنيد في إثبات وجهة نظرك وفرضها على الآخرين تهتم بكلام الناس وتحب الاختلاط بالناس المهمة وتكون مفضل عند أحد الوالدين وتتعب كثيرا في حياتك تصادفك مشاكل بالعمل وتعاني من مشاكل وخلافات زوجية لكنك تحاول دائما إخفاءها والسيطرة عليها مبدع وفنان لكن لا يحالفك الحظ في نيل بعض الطموحات التي طالما حلمت بها هناك نحوسات تعترض طريق مشاريعك لكنك لا تستسلم وتنهض بعد كل سقوط إنسان روحاني كما تتعرض إلى استغلال من طرف شريكة حياتك تسعى كثيرا من أجل احتلال الصدارة في كل مجالات الحياة تعاني من مشاكل عاطفية وتتنازل عن الكثير من حقوقك حتى لا تخسر عائلتك وتضحي كثيرا من أجل إسعادها كثير الأمراض والهموم في لحظة ما تحس أنك خسرت كل شيء في حياتك لكن بقدرة القادر تتغير حياتك جذريا إلى الأحسن تحمل ثلاث عناصر في اسمك عنصر الماء وعنصر النار وعنصر الطراب تكون العناصر متناسقة في بداية حياتك حيث تعيش طفولتك حياة سعيدة في جو أسري بهيج يملأه الحب والحنان في مرحلة الشباب يكون هناك ركود وجمود لكل مشاريعك وتعيش فترة تحس فيها بضيق الحياة عليك ماديا وعاطفيا تملك حروف المال في اسمك وتتحسن حياتك المادية شيئا فشيئا كما لديك طاقة انفراج كبير في اسمك وسبحان مفرج الكروب يفتح الله لك أبوابا للخير واسعة ويرزقك من حيث لا تحتسب تحمل طاقة مؤنثة تدل على هدوء أعصابك رغم ما عانيته طوال سنين من توتر وعصبية وذو قلب حنون رغم قساوة الزمن عليك في مرحلة ما من عمرك تحقق بإذن الله جميع طموحاتك وأهدافك فكن عبدا شكورا فبالشكر تزداد النعم طاقة اسمك رقم ستة متصل بكوكب الظهرة كوكب الحب والمال والجمال من تأثير هذا الرقم على حياتك وشخصيتك أنك إنسان محب للتجديد في كافة المجالات تتوافق مع كل الأعمار صغيرا في حوارك مع الصغار وكبيرا في نقاشك مع الكبار متحمل للمسؤوليات الكبيرة مساعد للآخرين ومهتم بمشاكلهم وتقدم الدعم والمساعدة والنصح قدر الاستطاعة نظرتك للحياة حكيمة لديك ولاع كبير للعائلة كما لديك رغبة كبيرة في الحياة محب للحوارات والمفاوضات برجك على الاسم هو برج الثور وهو برج ترابي أفضل شريك يناسبه للزواج هو برج العقرب أو برج الأسد أو برج الحمل من تأثيرات البرج والكوكب على حياتك وشخصيتك أنك إنسان ذكي صبور هادئ واطق من نفسك تتمتع بجاذبية وقبور بين الناس بطيء باتخاذ القرارات دقيق في إنجاز أعمالك محظوظ في السفر وتعتبر المال هو أساس الاستقرار النفسي إليك النصائح التي يجب عليك العمل بها عليك بشحن طاقتك بأسماء الله الحسنى الخاصة باسمك فلذلك أثر كبير سيعود على حياتك بالخير عليك بقراءة الصورة الخاصة باسمك فهي تعتبر بمثابة المفتاح لكل الأمور المغلقة بحياتك كما عليك بحرق ورق الغار دائما في منزلك واستعمال بخور الحرمل فله فوائد عظيمة كما أوصيك بأن لا تغفل عن أذكار الصباح والمساء وعن كثرة الاستغفار والصلاة على محمد وآل محمد والتقرب إلى الله بكل أنواع الطاعات وأعمال الخير كالصدقة وبر الوالدين وصلة الرحم وقراءة القرآن وخاصة الصلاة في وقتها وكثرة التسبيح والتهليل والتكبير وتسبيح الظهراء بعد كل فريضة وعند النوم أسأل الله لكم التوفيق وسدد الله خطاكم ترجمة نانسي قنقر